موسيقى تتلاطم أمواج الأزمات العراقية لتزيد من معاناة العراقيين وتعقد حياتهم اليومية أكثر من مليونين وخمسمائة ألف عراقي ممن يعيشون تحت خط الفقر باتوا مهددين بمزيد من ظروف المعيشية الصعبة والأمم المتحدة تدق مجددا ناقوس الخطر بشأن هذه الفئات الأكثر ضعفا وتضع ورقة عمل أمام السلطات العراقية لعلها تنتشل هذه الفئات المستضعفة بالعراقي يناقش اليوم خطة الأمم المتحدة لإنصاف نظام الحماية الاجتماعية في العراق حياكم الله اشتركوا في القناة محافظة المثنى تعد من المحافظات الفقيرة في البلاد حيث تجاوزت فيه النسب الفقر حاجز الخمسين بالمئة حسب إحصائيات وزارة التخطيط دائرة التخطيط في المحافظة طالبت بشمول المحافظة بصندوق دعم تطوير البنى التحتية ومعالجة المشاكل الاقتصادية ما زالت محافظة المثنى تحتل موقع الصدارة في قائمة المحافظات الفقيرة فالنسبة التي كشفت عنها وزارة التخطيط في آخر إحصائية لها أشارت إلى تخطي المثنى حاجز الخمسين في المئة في نسب الفقر والبطالة رغم وفرة مواردها الطبيعية والاقتصادية والتي لم تمتد إليها يد الاستثمار حتى الآن وتؤكد دائرة التخطيط في المحافظة أنها طالبت بضرورة منح المثنى صندوق دعم استثنائي على غرار محافظات أخرى المثنى تحتاج إلى تأسيس صندوق إعادة إعمار المحافظة لكونها المحافظة الأكثر فقرا في العراق ونسبة الفقر فيها أكثر من 52% ولهذا الحكومة المحلية مجلس النواب بشكل عام نواب محافظة المثنى بشكل خاص مدعون لتبني تأسيس مثل هذا الصندوق بالتنسيق مع الحكومة المركزية والمزارات التحادية طالب من الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة من الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية أن تدخل مع الحكومة المحلية والمركزية لمعالجة نسب الفقر والتخلص من آفة المقدرات التي حقيقة استشرت بالمحافظة ورغم وجود برامج حكومية للتخفيف من الفقر إلا أن عدد الفقراء لا يزال كبيرا نتيجة تفاقم أزمات سياسية واقتصادية فضلا عن ندرة التخصيصات المالية الممنوحة للمثنى خلال الأعوام الماضية والتي لا تلب الإحتياجات الخدمية ومتطلبات التنمية إلى ذلك فإن المواطنين في محافظة المثنى يعانون من تفش البطالة وارتفاع ملحوظ في كلف معيشتهم وانخفاض مدخولاتهم اليومية ما اضطر الكثير منهم للهجرة لمحافظات أخرى بحثا عن فرص العمل وبحسب إحصاءات رسمية معتمدة فإن أكثر من نصف سكان المثنى هم دون مستوى خط الفقر تليها محافظة الدوانية وميسان بالنسب فقر وبطالة تفوق الأربعين في المئة ومع تصاعد نسب الفقر فإن تواصل الأزمة السياسية وعدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي وتلك المشاريع الخدمية أضافا عبءا على الحالة المعيشية لسكان المحافظات التي تعاني نسب فقر عالية أحمد الحسناوي الحر المثنى وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا من مدينة مسقط الدكتورة ماها قطاع المناسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق هنا بك دكتورة معنا في برنامج بالعراقي بداية حديثينا بشكل تفصيلي أكثر عن الورقة المقدمة من الأمم المتحدة لمعالجة مسألة الفقر في العراق ومتى يمكن أن تطبق فعليا على أرض الواقع بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وأيضا الشكر الجزيرة على تصليل الضوء على الورقة التي عدتها الأمم المتحدة حول استهداف أو حول إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في العراق لبناء أرضية حماية اجتماعية طبعا هذه الورقة التي شاركت في إعدادها مجموعة من منظمات الأمم المتحدة بقيادة منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع اليونسيف وأيضا برنامج الأغذية العالمي منظمة الهجرة الدولية مفوضية العرية لشؤون اللاجئين وغيرهم من المنظمات ركزت على توصيات عديدة يعني اليوم هذه الورقة أهم ما ركزت عليه هو ست توصيات نعتقد بأن هذه التوصيات ستساعد على انتشال العديد من الفئات هشتر في المجتمع العراقي من الظروف الصعبة التي يعانوها طبعا اليوم نحن نعرف الحكومة العراقية منذ فترة طويلة لديها نظام يسمى نظام المساعدة الاجتماعية الذي يركز على استهداف منهم تحت خط الفقر وخط الفقر عادة يتم تحديده من خلال مسح الأسر المعيشية ووضع مقاربة ومعادلة لكل من يكون دخله تحت هذا الخط يتم منحه مساعدة هذا ما يتعلق بالحكومة العراقية دكتورة مهار أنتم في الأمم المتحدة ما الذي اعتمدتم عليه ما هي قاعدة البيانات المعتمدة لديكم التي على أساسها قدمتم هذه الورقة طبعا اعتمدنا على قاعدة البيانات على مسح القوى العام للأخير لوزارة التخطيط وأيضا الجهاز المركزي للأحصاب وبالإضافة إلى البيانات الموجودة في نظام المساعدة الاجتماعية اليوم هناك حوالي 5.4 مليون مستفيد من نظام المساعدة الاجتماعية التحويلات النقدية وطبعا هذه المساعدات مجزئة ضمن النظم يعني هناك مساعدات تذهب لذوي الإعاقة مساعدات تذهب لكبار السن وأيضا هناك مساعدات تذهب للفقراء الذين هم تحت خط الفقر لكن أهم مشكلة اليوم يعاني منها نظام المساعدة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هو وجود عداد كبيرة من الشباب اللي هم في سن العمل موجودين في نظام الحماية الاجتماعية عادة الشباب في سن العمل يجب أن يكون على الجهة الأخرى يجب أن يكون في نظام الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية يعني يجب أن يكون في سوق العمل ومحمي بنظام آخر اليوم نحن ما نقترحه في هذه الورقة أنه يجب أن نستهدف فئات محددة من المجتمع هذه الفئات معروفة بأنها هي فئات هشة ضمن دورة الحياة يعني الأطفال على سبيل المثال يجب أن نستهدف الأطفال حتى سن معين نستهدف أيضا المعاقين يجب استهداف كبار السن يجب استهداف الأيتام لكن أن نستهدف شب في سن العمل باعتبار أنه عاطل عن العمل طبعا هذا يعطي حافظ للشباب لأن يعتمدوا على نظام المساعدة الاجتماعية ولكن دكتورة هذه الورقة هي نظرية هي مفاصل نظرية لمعالجة مشكلة موجودة في العراق هل قدمت مع الورقة أي آلية لتطبيق هذه الورقة؟ طبعا الآلية سيتم مناقشتها لاحقا نحن بدأنا اليوم أيضا بتنظيم حلقات نقاشية موسعة لمناقشة هذه الورقة وطبعا سيتم الاستماع فيها إلى وجهات النظر المتعددة اليوم العراق لن يستطيع الإدخال المزيد من المستفيدين إلى نظام الحماية الاجتماعية باعتبار أن القاعدة البيانات الحالية فيها أعداد كبيرة يعني حوالي 12% من نسبة السكان العراقيين اليوم يحصلون على المساعدة الاجتماعية ونلاحظ بأن هناك استبعاد كبير اليوم المثال الذي وجدناه في محافظة المثنة أن أعداد كبيرة تشعر بأنها مستبعدة من أي نظام للحماية الاجتماعية مع أن النظام لديه قاعدة عريضة ويغطي أعداد كبيرة لذلك هناك حاجة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في العراق لكي نتمكن من تغطية الفئات للحشر المجتمع فيما يتعلق بقضية الاستجابة من قبل الحكومة العراقية اليوم كما تعلمين العراق يمر بمنزلق سياسي كبير وخطير وشائك ومعقد في نفس الوقت هل لدى الأمم المتحدة أي مخاوف من انعكاس هذه الأزمة السياسية على مستويات الفقر في العراق خصوصا مع العجز عن إقرار الموازنة مثلا التي تدخل في مفاصل كثيرة من حياة المواطنين في العراق طبعا الأزمات دائما هي سبب آخر لحاجة الأفراد المجتمع لمزيد من الدعم يعني خلينا نذكر على سبيل المثال أزمات اللي مر فيها العراق سواء من ناحية النزاعات سواء النزاعات اللي صارت خلال فترات متعددة أيضا في الشمال عندما سيطرت داعش على أجزاء كبيرة من البلاد وأدى ذلك إلى نزوح العديد من المواطنين إلى مناطق أخرى كل هذه النزاعات طبعا تؤثر على مستوى المعيشة تؤدي إلى أنه هناك حاجة لأنه يكون دائما في عندنا نظام مرن يستجيب للأزمات ويحاول أن يقدم المساعدة الطارئة طبعا الحكومة العراقية مؤخرا أصدرت قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي اللي حاولت فيه أنه تخفف من الضغوط على المواطنين اللي أصبحوا بحاجة إلى دعم مادي وخصصت بعض المبالغ لهذا الدعم الطارئ لذلك اليوم المخاوف طبعا مشروعة من أنه يكون الأزمات تؤدي إلى مزيد من الفئات الهشة الفئات الضعيفة لذلك يجب أن يتم إصلاح النظام قبل أن يتم إدخال فئات جديدة إلى هذا النظام من مدينة مصقط كانت معي عبر زوم الدكتورة مها قطاع المنسغة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق شكرا جزيلا لوجودك معنا تتابعون بعد الفاصل ورقة أممية جديدة لمعالجة أوضاع الفئات الأكثر ضعفا في العراق أقو معنا أهلا بكم من جديد الفساد والمحسوبية وغياب مشروع وطني حقيقي عوامل وأسباب زادت من اتساع رقعة الفقر في العراق بحسب أبناء أحد أغنى البلدان في العالم عيشة أعبان وضع يعني أساني عندي ابني خريج كلية بكالوريوس مدرس رياضيات وقاعد عندها تكتك يشتغل يشتغل به ما كو عمالة ما جاء نلقى حتى أحد يشتغل يعني إنه المشتكي بالنسبة للرعاية الاجتماعية أنا اليوم كن شفتها ولاحظتها أكثر نوابنا مع احترامات والإسماء والألقاب حسب المعرفة والانتخابات صايرة تال وقت أطيني اسمك وحسب معرفتك أطيني اسمك ولا آخره كإنما محاصصة حتى بالرعاية براحة بالرعاية الاجتماعية أطالب تمليك قطعة أريد باسمي أنا عراقي أريد باسمي سكن حقي لو أمو حايدا أقولوا المحقيق عمي محقي أريد سكن مااريد خمسمائة مترا وستمائة مترا ولا أطالب بولدي كل واحد قطعة أنا وولدي ست نفرات أطوني مئة وخمسين مترا العراقين مأساة يعني شن هذا الطفل يبطل من المدرسة يروح يمسح له باب سيارة هذا يأخذ له ربوع لو يروح يبيع موي لو يروح يبيع علاليك هذا شن ما صير قبل الطفل بعد وللحديث عن ملف الرعاية الاجتماعية في العراق ينضم معنا من بغداد سيد عبدالزهر الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط والأكاديمي والباحث الاقتصادي السيد عبدالرحمن المشهداني من بغداد أيضا مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد هنداوي الأمم المتحدة إذن تقدم ورقة عمل لمعالجة مسألة الفقر في العراق التي بدأت تثير قلق الأمم المتحدة في الفترة والآونة الأخيرة كيف تتعاطون مع هذه الورقة وما هي الخطوات العملية لترجمة الورقة من الناحية النظرية إلى العملية شكرا جزيلا بالعراق يمساكم الله بالخير والعافية تحية لحضرتك والدكتور عبدالرحمن المشهداني ولمتابعي ومشاهدي الحر العراق حيثما كانوا شكرا جزيلا بالتأكيد هذه الورقة التي يجري العمل على أعدادها الآن هي تجري بالتنسيق والتعاون بين وزارة التخطيط ووزارة العملية الشوية الاجتماعية ووزارة التجارة وجهات أخرى مع منظمات عديدة من المنظوية تحت الوالم المتحدة مثل ما أشارت قبل قليل الدكتورة مها قطاع أن هذه المنظمات ستتولى عصف الأفكار ووضع الآليات وبالنتيجة مساعدة الجانب العراقي في رسم السياسات المناسبة لتحسين واقع الحماية الاجتماعية بالاستفادة من المعطيات والنتائج المتحققة من السياسات السابقة نحن لن نبدأ من الصفر لدينا تجارب سابقة تمثلت بإطلاق ستراتيجيتين اتنتين لخفض الفقر في العراق الأولى كانت من 2010 إلى 2014 والثانية كانت من 2018 إلى 2022 حدثني عن هذه الفترة تحديدا سيد عبد الزهرة الفترة الأخيرة من 2018 إلى 2022 ما الذي يتحقق من هذه السنوات ما الذي يتحقق فيها نعم عندما أطلقنا استراتيجية خفض الفقر 18-22 كان في حينها نسبة الفقر في العراق تلامس 23% تقريبا 22.5% وكان الهدف ضمن هذه استراتيجية هو أن نخفض نسبة الفقر بالنسبة الربع نصل إلى حوالي 16% بنهاية عام 2019 انخفضت النسبة فعلا إلى دون العشرين بقليل 19.5% ولكن ما أندخلنا بنفقة جائحة جائحة الكوفيد-19 وما رافقها من تداعيات اقتصادية حادة أثرت بشكل كبير على المشهد العراقي والتأثير طبعا يكون أثره بالدرجة الأساس على الفئات الهشة على الفقراء لا سيما ونحن نتحدث عن نسبة الفقراء حتى منهم فوق الخط الفقر هم قريبون من الخط وبالنتيجة ما أن تحدث أي إشكالية أو أي هزة اقتصادية أو أمنية ينزلون تحت خط الفقر وبالنتيجة بسبب هذه الأزمة الصحية والاقتصادية ارتفعت نسبة الفقر من جديد لتعود إلى ما كانت عليه ربما نفس النسبة التي كنا نتحدث عنها في عام 2018 التي كانت 22 أو 23 حتى ربما ارتفعت الآن إلى 25% وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن الاستعداد والإعداد استراتيجية جديدة بمحاور متعددة للسنوات الخمس المقبلة وكما قلت مستفيدين من الإخفاقات أو الإشكالات أو التحديات التي تواجهت التجربتين السابقتين في محاولة لأن تكون الخطط أفضل وأكثر مرونة وأكثر استجابة للواقع ولكن دائما حقيقة التحديات التي واجهها الإراق ويمكن حضرتك أشرت إلى قسم منها التي هي سياسية مرة أمنية مرة اقتصادية ومالية مرة الآن نحن في نهاية السنة يعني في الثلث الأخير من السنة ربما ولا توجد موازنة في الإراق وبالنتيجة أكيد ستتأثر الكثير من المفاصل وفعاليات اقتصادية بهذا الوضع هذا التأثير سينتقل بشكل مباشر إلى الفئات الهشفة تتأثر سلبا بهذا المشهد أكيد اسمح لي أنتقل إلى ضيفي الآخر من بغداد سيد عبد الرحمن الجبوري أجد الترحيب بك مرة أخرى سيد عبد الرحمن يعني العراق حسب المشهداني المشهداني عفوا المشهداني العراق حسب مجلة جلوبال فاينانس يحتل المرتبة الثامنة عربيا والتاسعة وسبعين عالميا من حيث مستويات الفقر كأفقر شعوب العالم يعني كيف تعلق على هذه الإحصائية شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة تحياتي لحضرتك والأخ العزيز سيد عبد الزهرة ولكل مشاهدين الكرام حقيقة لم أستغرب من هذه النتائج طبعا هذه نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة من عام 2003 إلى اليوم الخاطئة التي انتهجتها في ميدان الإصلاح الاقتصادي ولذلك هذه النتائج ربما أقل من الطبيعية يمكن لو يعيد دراسة المشهد بشكل آخر لنجد أنه لا ربما يكون الرابع على المستوى العربي والخمسين أو الستين على المستوى العالمي طبعا أنا أريد أعلق أيضا على ما تحدث به سيد عبد الزهرة أنا خوفي كل ما تصدر ستراتيجية للتخفيف من الفقر معدل الفقر يكون بشيء وعندما يتم إعداد الستراتيجية ما أن تنتهي الستراتيجية حتى تتضاعف ترتفع نسبة الفقر بمعدلات كبيرة طبعا هناك مثل ما أشار سيد عبد الزهرة هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر يعني إحنا من أطلقنا الستراتيجية الأولى في عام 2010-2014 كان معدل الفقر يمكن 16% أو أقل من 16% الستراتيجية الثانية ارتفع معدل الفقر إلى 23% والآن نحن نتحدث عن 26% و25% وأنا نتوقع أن الرقم أعلى من هذا بكثير والدليل على ذلك سيد راشداني نعم أين الخلل تحديدا؟ الخلل أن نرسم الستراتيجيات ونرسم السياسات لكن المشكلة لا يوجد تنسيق بين أجهزة الحكومة يعني إحنا اليوم مزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهد كبير في إعداد هذه الستراتيجيات لكن هذه الستراتيجيات لا توظف في برامج الحكومة ولا في موازناتهم وأشار السيد عبد الزهرة أنه إحنا هذه السنة الثالثة ومحتمل أن تكون السنة الرابعة أيضا لا توجد فيها موازنة يعني في عام 2014 لا توجد موازنة في عام 2020 لا توجد موازنة 2022 لا توجد موازنة والآن كل التوقعات تشير إلى أنه عام 2023 لا توجد موازنة طيب إذا ماكوا موازنات معناتها إحنا نشتغل على الصرف الفعلي من عام 2020 الذي لا توجد أصلا فيه تخصيصات للحماية الاجتماعية وقانون الدعم الطارئ قانون الدعم الطارئ شرع من شهرين تقريبا فيه تخصيصات للحماية الاجتماعية لكن أنا أعتقد لحد هذه اللحظة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تستلم هذه التخصيصات حتى تبدأ بإنفاقها على الأشخاص البشهولين بالحماية الاجتماعية ورقة الأممية المقدمة أخيرا أو التي ستطرح على الحكومة العراقية ممكن أن تسهم بالتقليل من مستويات الفقر في العراق فعليا أنا متابع لعمل منظمة العمل الدولية وللفريق بالدكتورة مها وأيضا لعمل وزارة التخطيط أنا أعتقد أن الآن البيانات التي توصلت لها قريبة من الواقع جدا وأعتقد أن هذه الورقة إذا ما فعلا فعلت وتم تبنيها من الحكومة أنا أعتقد أنه ستزهم نوعا ما في تخفيف معدلات الفقر لكن يبقى الأمر متروك أنه هل ستضمن في برامج الحكومة هل ستضمن هذه الورقة تحتاج إلى تخصيص أموال وأنا أعتقد المشكلة المشكلة في تخصيص الأموال هذه تحتاج إلى حكومة وإلى تشريع مالي نعم سيد هندوي يعني أعود لك مرة أخرى كيف تفهم الثنائية اليوم بين بلد يشهد نمو اقتصادي كبير بحسب آخر الإحصائيات وبين ارتفاع بمستويات الفقر من جهة أخرى هذا تناقض كيف يمكن أن يفهم لا أبدا لا وجد تناقض بس قبل الإجابة على هذا السؤال فقط تصحيح معلومة ذكرها في سياق حديث الدكتور المشهداني أنه أدما أطلقنا استراتيجية الأولى كانت نسبة الفقر 16 لا أدما أطلقنا استراتيجية كانت نسبة الفقر 23 بنهاية 2013 انخفضت النسبة إلى 16% من 23 إلى 16% أو 15% حتى كنا نريد أصل إلى 16% جاوزنا الهدف قبل نهاية عمره الاستراتيجية ولكن دخلنا بالنفق الإرهاب وداعش حقا رجعت النسبة التي ترتفع مرة أخرى نتيجة النازحين عداد كبيرة من النازحين قدروا بـ 6 أو 5 ملايين بالنتيجة أثروا بشكل كبير على المشهد فارتفعت نسبة الفقر فيما يتعلق بالسؤال الثنائية هو بصراحة البلد نفطي نعم وربما الإرادات المتحققة قد تكون كثيرة بالمقارنة عن بلدان أخرى ولكن بعملية حسابية إذا ما قسمنا هذه الموارد على أبواب الإنفاق الخاصة بالعراق نجد أنه الجانب التشغيلي يستحوذ على نسبة 70% ربما أو أكثر من هذه الإرادات وبالتالي هذا أثر بشكل كبير على الجانب الآخر اللي هو الجانب التنموي يعني الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية اللي هي ممكن أن توفر حياة أفضل توفر فرص عمل توفر دعم بشكل غير مباشر تشغيل غير مباشر للفئات الهشة في المجتمع تأثرت بشكل سلبي بمرور الزمن وتراكم السنوات نحن اليوم نتحدث سنويا يتم إنفاق فقط للرواتب والأجور الخاصة بموظفي الدولة الإراقية نتحدث عن حوالي 60 تريليون دينار سنويا تذهب بهذا الاتجاه وبالتالي ما يتبقى من إرادات من يتحمل هذه المشكلة هي مشكلة تخطيطية مشكلة تنفيذية مشكلة تشريعية وين المشكلة تحديدا؟ يعني بصراحة صار التأسيس بعد 2003 باتجاه الجانب التشغيلي لذلك صارت عملية التوظيف في مؤسسات الدولة هي السياسة التي تبعت بعد 2003 لذلك بدأ هذا التوسع وهذا التضخم في الجسد الحكومي يتوسع حتى إلا ما وصل إليه اليوم بالمقابل ما وضع من خطط تنموية يعني أكثر من ثلاث خطط تنموية أطلقتها وزارة تخطيط على مدى السنوات الـ 15 الماضية حقيقة هي الأخرى أيضا تأثرت بهذا الجانب يعني عد ما تحدث عن حزمة كبيرة من المشاريع تدرج ضمن الخطط الخمسية وتنفر ضمن الموازنات السنوية في كثير من الأحيان يكون هناك شح كبير في التخصيصات المالية وبالتالي أنت تضع مشروعا استثماريا معينا في مجال خدماتي معين يصل إلى مرحلة من الإنجاز ثم يتوقف بسبب قلة الإراءة للتخصيصات مرة مرة بسبب الفساد مرة بسبب أمي لماذا توضع مشاريع مع العلم مسبقا أن ليس هناك موارد كافية لتنفيذها ألا يوجد تنسيق بينكم وبين المالية وبين الجهات الأخرى لا طبعا هذا سؤال مهم جدا بصراحة وعميق القضية ليست كذلك سيدي القضية أنه يتم قراءة المشهد لمدة خمس سنوات المخطط عادة يتوقع أسوأ الاحتمالات وعلى أساس يضع السيناريوهات ويضع الخطط لكي إذا ما حدث الأسوأ هو لديه البديل ما يحدث في العراق حقيقة أقول ما يحدث في العراق هو خارج كراءات خارج توقعات المحتملة للمخطط يعني اللي يحدث في 2014 لم يكن أحد يتصور أننا سنمر به هكذا ظرف اللي يحدث في 2020 لم يكن أحد يتصور أننا سنمر بهذا الظرف وبالنتيجة انخفاض الإيرادات هو كان نتاج هذه الظروف اللي مرين بيها يعني 2014 حتى نعمل تفضل تسعار النخط ولكن الإيرادات وجهت باتجاه آخر وجهت لمواجهة الإرهاب والحفاظ على كينونة وبقاء الدولة على قيد الواقع في 2020 أيضا انخفضت الأسعار وتوقفت الحياة بشكل كامل بالنتيجة أوقفت المشاريع حتى الظروف السياسية يعني اللي شاهدتها لعراق في 2019 للمتظاهرات وما نتج عنها من تغيير حكومي وتأخر الموازنة في عام 2020 هذه كلها خارج القراءات خارج التوقعات بالنتيجة أنت تضع سيناريو البديل لنفترض ولكن حتى هذا السيناريو البديل يواجه بظروف غير متوقعة وغير واردة دعني فقط أنتقل بهذا السؤال إلى سيد المشهداني يعني المشكلة في البرامج الاجتماعية برأيك أم بالنظام السياسي إذا كان السيد الهنداوي يتحدث عن ارتباك المشهد العراقي وعدم استقراره وبالتالي كل المشاريع التي تطرح تطرح بناء على توقعات ربما تكون على أسوأ الاحتمالات هل سنبقى على هذا الحال كيف يمكن أن تعالج هو يعني أني اتفق تماما مع ما تحدث بي السيد عبدالزهرة لكن خليني أضيف أنه أنت سألت عن المعدل النمو المرتفع وهذه المتلازمة بين ارتفاع معدل النمو وارتفاع معدل الفقر ومعدل البطالة طبعا إحنا كاقتصاديين ننظر إلى النمو هذا النمو وهمي لأنه ناتج عن قطاع ريعي عن استخراج النفط والنفط لا يشغل قوى عاملة هذا من القطاعات التي تستخدم التقنيات عالية التكنولوجيا احنا مشكلتنا القطاعات الحقيقية اللي هو القطاع الزراعي والقطاع الصناعي مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.5% إلى 3% بينما قطاع النفط يشكل أكثر تقريبا يصل إلى 60% ولذلك تشوف أنه يرتفع معدل النمو يرتفع معان البطالة والنمو والآن أعود إلى ما تحدث بي سيد عبدالزهرة يفترض هذه العوائد أن توظف القطاعات الحقيقية احنا مشكلة دورة الدخل باتجاه الخارج وليس باتجاه الداخل لا الصناعة استطعنا أن ننميها خلال هذه السنوات ولا الزراعة وحتى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بعد الورقة الأصلاحية جاءت جائحة كورونا أو جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية حتى الحكومة اتراجعت عن كل القرارات التي اتخذتها باتجاه دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وفتحة الحدود وبالتالي ما حققناه من مكاسب في تنمية القطاع الزراعي خسرناها يمكن بشهر أو شهرين ولذلك تشوف أنه هنا التخبط الموجود في تنفيذ السياسات الاقتصادية كان واضح جدا يفترض أن تكون هناك استراتيجية وهذه استراتيجية أن تجزأ على عمر الحكومة حتى نستطيع أن نوظف المشاريع التي تحدث عنها سيد عبد الزهرة في تنمية الاقتصاد العراقي بقطاعاتها المختلفة حتى ينعكس إيجابا على شرائح المجتمع أنا شون أخفف مشكلة البطالة وإذا حليت مشكلة البطالة بالتأكيد أنا حل مشكلة الفقر هذا من خلال التوظيف الحقيقي من خلال دعم القطاع الخاص العراقي أن يعود ويعمل من جديد لأن الحكومة عملها خلاص القطاع الحكومي تعتقد سيد مشاركي اليوم الحديث عن تنمية والحديث عن معالجة مستويات فقر في العراق في ظل واقع سياسي هش وأزمات متلاحقة واحدة بعد الأخرى هل تعتبر يعني يعتبر الحديث عن هذا الموضوع ترف اليوم يعني هذا ليس واقعيا ربما يعني يعني ربما أنا ميال إلى هذا الاتجاه لأنه الموضوع موضوع بالعراق موضوع سياسي قبل أن يكون اقتصادي يعني المشكلة نحن نتحدث عن إمكانيات مالية عالية يعني الآن في هذا العام ستة أشهر الأولى أو سبعة أشهر كان حوالي 72 مليار دولار العراقي لأين ستوظف أن هذه مشكلة هذا يحتاج إلى قرار سياسي حتى نعد موازنة ونعد مشاريع تنموية حتى نحل هذه المشكلة طيب نحن للصراع السياسي في أشدة الآن ولا يوجد هناك بارقة أمل أن يحل هذا الصراع منا إلى نهاية العام أنا حقيقة متشاءن في هذا الموضوع وبالتالي أعتقد أن الحديث في هذا الجانب هو جزء من الترف الفكري نعم طيب أرجو أن تبقوا معي ضيفي الكريمين تتابعون مشاهدنا بعد قليل ما هي الحلول والمعالجات الحقيقية والمقترنة بالواقع العراقي لتحسين ظروف المواطن العراقي فقووا معنا اشتركوا في القناة من جديد وأرحب بضيفي مرة أخرى من بغداد السيد عبدالزهر الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط والأكاديمي والباحث الاقتصادي السيد عبدالرحمن المشهداني أعود معك سيد هنداوي تحدثت عن قضية تلك وشابة الستراتيجيات القديمة ما هي الآليات لتجاوز هذا التلك حتى يتم تفادي تكرار مرة أخرى نعم شكرا جزيلا مرة أخرى يعني احنا بعد التداعيات الجائحة كوفيد ناينتين الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين أطلقنا يمكن العراق كان من البلدان القليلة جدا في المنطقة اللي أطلقنا الخطة الخاصة بمعالجة التداعيات الناجمة عن الوباء اللي أخذت ثلاث مسارات أو ثلاث محور أساسية محور اقتصادي ويرتبط بتطوير القطاع الخاص ودعم الاستثمار وأيضا الاقتصادي الكل والمحور الاجتماعي اللي يضمن بدعم الفئات الأشعة في المجتمع ضمن الحماية الاجتماعية والمحور الثالث هو المحور المكاني يتحدث عن سياسات تخص عملية معالجة الفجوات التنموية وتحسين مستوى الخدمات في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى أخذنا منذ الاعتبار هذا إجابة على السؤال أن هذه الخطط يجب أولا تكون تشاركية واثنين تكون مستجيبة وثلاثة تكون مرنة حتى تكون قابلة للتنفيذ مع وضع أصعب الخيارات وأصعب الاحتمالات نحن الآن حتى عالج هذه الإشكالات فيما يتعلق بالفكر وهو موضوع الحديث خلال الأسابيع القريبة المقبلة سننطلق بتنفيذ واحد من أوسع المسوح الإحصائي اللي هو المسح الاقتصادي والاجتماع للأسرة في العراق هذا المسح سيعطينا مؤشرات حديثة وراهنة عن خط الفقر عن أماكن تركز الفقراء عن طبيعة حياة الفقراء وبالتالي هذه المؤشرات ستكون مدخلات مهمة لستراتيجية الثالثة هذا من جانب جانب آخر أيضا لدينا عمل ضمن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية اللي نعمل بالتعاون مع البنك الدولي هذا الصندوق أو هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة برؤية تنموية مختلفة تعتمد على أسلوب التخطيط من الأسفل الأعلى بمعنى أنه أولا يستهدف المناطق الأكثر فقرا وكان أولى المحاوضات التي استهدفناها وهي محاوضات المثنة كان الحديث ببداية الموضوع عن المثنة وهل سيعود التركيز على المثنة قبل غيرها سيد هنداوي لا بالتأكيد ضمن سياساتنا لخفض الفقر سواء كان ضمن وشروع الصندوق الاجتماعي أو استراتيجي للفقر أعطينا أوزان ونسب لنسبة الفقر هناك 60% وعدد السكان 40% مع أنه أعطينا نسبة الفقر نسبة أعلى المحاوضات التي فيها نسبة فقر أعلى ستحظى برعاية أكثر على اعتبار أنه فيها نسبة الفقر عالية وترتفع هذه الرعاية بارتفاع نسبة الفقر في كل محافظة ولأن المثنة هي الأعلى ستأخذ النسبة الأعلى لكن مشكلة المثنة بصراحة عدد السكان قليلين نتحدث عن دون المليون 870 ألف نسمة وبالتالي حصتها ضمن وزن السكان ستكون قليلة بالمقارنة مع محافظات أخرى تكون فيها أعداد السكان أكبر إذا نتحدث عن بغداد مثلا في نسبة الفقر 12% عدد الفقراء في بغداد هو حوالي مليون ضمن هذه النسبة النتيجة ستكون حصة بغداد ضمن نسبة السكان ستكون سيد الداوي عن قضيتين نتحدث عن قضية محاولات خفض نسبة الفقر في العراق وإيضا الحديث عن دور برامج الرعاية والحماية الاجتماعية وهنا أيضا سؤال عن قضية الشبهات التي تقرأ بين فترة وأخرى عن أسماء تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية هي غير مستحقة كيف يؤثر ذلك على الميزانيات وبرامج خفض نسب الفقر يعني هذه واحدة من الإشكالات التي شابت نظام الحماية الاجتماعية خلال الفترة السابقة لذلك نحن ضمن الورقة التي نعمل عليها الآن وعنى نظامات الممتحدة التي تحدثنا عنها في بداية البرنامج ستأخذ بنظر الاعتبار هذه الإشكاليات ومعالجتها نحن نتحدث عن محورين ضمن برنامج الحماية الاجتماعية اليوم هو محور التحويلات المالية ضمن شبكة الرعاية والمحور الآخر هو برنامج البطاقة التموينية النظام الغذائي الذي يتحصل عليه الفقراء حتى البرنامج البطاقة التموينية باستهداف الفقراء الأكثر فقرا اللي هم أولى بالرعاية من سواهم من الشراح الاجتماعية سيتم تفعيل عدد من الإجراءات المتخذة سابقا من بينها مثلا حجب البطاقة التموينية عمن يحصلون على دخل يزيد عن ألف دولار بالشهر هذه خلال فترة ربما لم تطبق بشكل كبير الآن هناك توجه جاد حقيقة باتجاه هذا الموضوع بالإضافة إلى تجذيب وتهذيب برنامج رعاية الاجتماعية من كل الإشكالات التي شابتوا خلال الفترات الماضية سيد مشهداني في الحديث عن مقترحات الحلول لهذه الأزمة أنتم كمختصين وكاقتصاديين أين هو مكانكم في قضية وضع خطط للدولة والحكومة للتخفيف من عبء الفقر الذي يضرب البلاد وهل تعتقد أن هناك فعلا النخب الاقتصادية العراقية عن هذه الواجهة حقيقة سابقة كان دور في إعداد الستراتيجيات أنا أذكر ستراتيجية الأولى كان كثير من النخب الأكاديمية مشاركين سواء في إعداد الأوراق العمل الأولى المشاركة بالنقاشات المستمرة لكن بدأ يقتصر العمل على مجموعة هي نفس المجموعة نفس الأسماء التي تضع هذه الستراتيجيات سنة بعد أخرى وكان اعتراضنا أنه طالما أن هذه الستراتيجيات وهنا لا أتحدث فقط عن ستراتيجية الفقر وأنما عن الستراتيجيات الاقتصادية الأخرى أنه طالما أنها تفشل لماذا يتم الاعتماد على نفس الأسماء ويتم صرف جهد وأموال طائلة في إعداد هذه الستراتيجيات وبالتالي توقعاتنا أن نتائجها فاشلة فأنا أعتقد أنه في السنوات الأخيرة تم التركيز على مجموعة من الأسماء وأبعاد الكثير من الخبراء التي ممكن أن يقدمون نصائحهم وخبراتهم تطوعيا في هذا الميدان وأعتقد ربما يكون الأمر ربما يكون الأمر مقصود نعم طيب في هذا الإطار إلى أي مدى يمكن الحديث عن نظام الرعاية الاجتماعية الذي سألت عنه سيد الهندوي في قضية الشبهات المثارة عليه هل يمكن للمعالجات التي تقوم بها هيئة النزاهة مثلا أن يسهم بالتقليل من حدة هذه القضية وحدة استغلال نظام الرعاية الاجتماعية لا أنا أعتقد وزارة التخطيط سيكون لها دور كبير في الحد من هذه الشبهات والتجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية إذا ما أكملت البرنامج الرقم الوظيفي إحنا مشكلتنا أنه عندما يتم تقاطع البيانات بين الموظفين الذين يستلمون رواتب جراء عملهم بالوظيفة العامة ومن يستلمون من رواتب أو عانات شبكة الحماية الاجتماعية نجد هناك الكثير من من يعمل هنا وهناك يعني أنا أذكر في عملية تدقيق أجرتها أعتقد هيئة النزاهة في مديرية تربية صلاح الدين وجدوا أنه أكثر من 330 موظف في مديرية تربية صلاح الدين هم يتقاضون رواتب الشبكة مديرية من 18 مديرية طيب إذا ما عممت هذه التجربة على كافة الدوائر الحكومية نعتقد أن الأرقام ستكون كبيرة وبالغالب هم منتفعين من أبناء مشؤولين ولكن المشكلة سيد مشداني هذه الأطوال التي تسترد من قبل هيئة النزاهة تعود إلى خزينة الدولة ولكن لا تستكمل الدائرة بالاستفادة من قبل المواطن من هذه الأموال وين المشكلة بعد ذلك هذه الإشكالية الكبيرة يعني هو يفترض أن تعود إلى وزارة العمل والسؤون الاجتماعية من أجل شمول المستحقين فعلا أو زيادة التخصيصات للأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية عودتها مرة أخرى إلى خزينة الدولة معناتها أنه ستوظف في ميدان آخر هذا أولا اثنين برنامج الإصلاحي للحكومة عندما تم تغيير السعر الصرف كان واحدة من أهداف تغيير عملية تغيير سعر الصرف أن الأموال المتحققة نتيجة تغيير سعر الصرف يجب أن توجه جزء كبير منها لدعم شبكة الحماية الاجتماعية أنا أعتقد أنه خلص العام 2021 والآن في عام 2022 ولم يتم توجيه جزء من الأموال المتحققة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية فأنا أعتقد أن هذا الخلل أو التقصير هو تقصير حكومي قبل هيئة النزاهة لمستفيدين هذه إلى وزارة المالية يوجه السؤال عفوا ولكن هناك تنسيق بالنهاية ما بين التقطيط وما بين المالية وغيرها من الوزارات وهذا بديه سيد مشهداني سيد هنداوي هل تناسقون مع وزارة المالية في هذا الخصوص لاستكمال استفادة المواطنين ومن يستحق من أموال الرعاية الاجتماعية بعد استرداد هذه الأموال هو سبقا الدكتور المشهداني في الإجابة أقول أنه نعم كان من المخطط أنه تخصص أموال بشكل جيد خلال موازنة 22 ولكن لأن الموازنة التي تصدر لحد الآن وبالتالي ما كان هناك قناة أو سبيل لتخصيص هذه الأموال ضمن قانون الدعم الطار للغذاء والتنمية هناك تخصيصات مالية نعم هناك تنسيق بالتأكيد بين وزارة التخطيط ووزارة مالية في كثير من التفاصيل لاسيما في جانب الاستثماري أما جانب التشغيلي جانب الإنفاق التشغيلي هذا من اقتصاص وزارة المالية وأريد أن تعلق أيضا على قضية أثارها الدكتور المشهداني ترتبط بالرقم الوظيفي نعم هو مهم جدا هذا الموضوع الذي أثاره الدكتور المشهداني وزارة التخطيط الآن على وشك أن تستكمل المنصة الخاصة ببيانات موظفية الدولة العراقية أدخلنا لحد اليوم ثلاث ملايين و300 ألف تقريبا مجلس الوزراء في جلسات الأخيرة قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزير التخطيط وعضوية المالية وديوان الرقابة المالية لإجراء المقاطعات والتدقيق لموظفي الدولة وحمل كل دوار الدولة الموحدات الفاقية مسؤولية دقة البيانات هذا بالتأكيد راح يعالجنا كثير من الإشكالات في هذه الجزئية مع إضافة معلومة أيضا أنه نسبة كبيرة من موظفي الدولة تحت خط الفقر بسبب تدني رواتهم واضح جدا أرجو أن تبقوا معي أنضمت الآن إلينا أخيرا سيدة ذكرى عبد الرحيم مديرة في دائرة المديرة لدائرة الحماية الاجتماعية من بغداد وعذرا للخلل وتأخرنا عليك كثيرا سيدة ذكرى شمول الخطوات التي سيتم على أساسها شمول الفئات المستحقة للرعاية وعلى أي أساس يتم تصنيف هذه الفئات وبالتالي تمنح أموال الرعاية شكرا جزيلا شكرا لكم على هذه الاستضافة ابتداء كان بتوجيه من السيد وزير العمل بإطلاق استمارة التسجيل على قاعدة الفقر وفق قانون 11 لسنة 2014 التسجيل على هذه القاعدة هي محددة للفئات التي حددتها القانون والتي هي فئات التي تخص المرأة وتخص الرجل ابتداء أن هذه القاعدة هي ليست فقط للشمول بالإعانة الاجتماعية وإنما هذه القاعدة أيضا ستظهر بها مؤشرات كثيرة منها مناطق الفقر ممكن أن تشخيصها منها الخدمات الصحية لاستفادة من هذه القاعدة للأسر وجيها إلى الأسر المستفيدة منها التربية والتعليم منها كذلك المنح الحكومي التي توزع في الأزمات والتي تذهب لغير مستحقها أن تكون لمستحقها ضمن هذه القاعدة هذه القاعدة توفر مؤشرات كثيرة ممكن اعتماد عليها ونحن أيضا مقبلين مع وزارة التخطيط كما ذكر زميني عبدالزهرب بكتابة ستراتيجية التخفيف من الفقر وستراتيجية إصلاح نظام الحماية الاجتماعية مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية اليونسيف والبنك الدولي ما هي الإشتاليات اليوم في عمل الرعاية الاجتماعية وأصرف المستحقات وكيف يمكن أن تعالج برأيك الإشكاليات هي المشكلة الأساسية هي عدم وجود السجل الموحد الربط الشبكي لكافة مؤسسات الدولة وبالتالي تلاحظ هناك تظهر المتجاوزين في الحماية الاجتماعية بالرغم من أن التقاطعات التي تجري مع المؤسسات الدولة لكنها تبقى ناقصة ليست بشكل دقيق جدا بينما لو كان هناك ربط شبكي بين جميع مؤسسات الدولة وهناك أيضا داخل وزارة العمل السجل الاجتماعي لوزارة العمل هذا يؤدي إلى أنه لا سنرى أي تجاوز على الشبكة من قبل المتجاوزين نرصد المتجاوزين يتم إيقافهم يتم استرداد كافة الأموال التي تقاضها بغير وجه حق وإعادتها إلى صندوق الحماية الاجتماعية أكثر من مليونين ونصف مليون يعيشون تحت خط الفقر هذه أرقام خطيرة جدا أنتم كيف تقرؤون هذه الأرقام ما هي الجهود التي تبذل للتخفيف وتقليل نسب الفقر بهذه الطريقة نعم الأرقام التي تذكر هي الحصاءات نعتمد عليها من وزارة التخطيط يعني نسب الفقرية التي تحددها وزارة التخطيط التي تزودنا بها نحن نتعامل معها بفق التخصيصات المالية التي تردنا من وزارة المالية لشمول الأسر تحت خط الفقر للأسف هذه السنوات الأخيرة الثلاثة لم تردنا أي موازنات كافية لشمول هذه الأسر بالرغم من ارتفاع اللي كان حصل في سعر الدولار وكوفيد ناينتين وكذلك يعني ذلك أن استمرار الأزمة السياسية سيدة ذكرى سينعكس بطبيعة الحال على المستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية هل لديك أرقام إحصائيات عن عدد المتأثرين بذلك؟ نعم نحن حاليا المشمولين لديناهم مليون واربعمائة ألف أسرة ما يقارب خمسة مليون ونصف تقريبا فرد ونتوقع بأن هناك ما يقارب أيضا مليون ونصف إلى مليونين أسرة أيضا تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية أي ما يقارب أيضا تقريبا يعني ثمانية مليون فرد ممكن أن يكونوا لا زالوا تحت خط الفقر يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية حسب فئاتهم المتنوعة مع ازدياد حالات المطلقات وازدياد حالات الأرامل والمعاقين هذا لفئات الهشة التي تحتاج إلى رعاية خاصة طيب اليوم هناك انتقادات لبرامج الرعاية الاجتماعية أنها لا يظهر أثرها على المواطن بشكل كبير أو أنها شحيحة ربما نوعا ما أو هناك تعقيدات في قضية شمول المستحقين لها كيف تعلقين على ذلك؟ التعقيدات يعني ما أشوف أنها هي تعقيدات بقدر أنه هو القانون الذي رسمه أنه من هو المستحق أن يجب أن يكون هو تحت خط الفقر يجب أن تتوفر به شروط معينة لكل فئة مرسومة في القانون لكن أنه هي شحيحة هي فعلا شحيحة لأنه لحد الآن ما طبقنا القانون بالشكل الصحيح الذي حدده بالسقف الأعلى لـ 420 ألف دينار والسبب كان بسبب ازدياد الفقر فكان التوجه الحكومي أنه التوسع الأفقي أكثر من العامودي وكذلك أنه مجلس الوزراء إلى الحق أيضا بأنه يحدد المبالغ وفق خط الفقر سنويا بزيادة هذه المبالغ في العام الماضي نحن زودنا لكل فرد 25 ألف دينار حسب إمكانيات الموازنة التي كانت عندنا صعدنا سقف الإعانة 25 ألف فصارت المرأة التي تعيي الأسرة 325 ألف والرجل 275 ألف لكن تقول لي هي كافية أنا قلت لا هي غير كافية لحد الآن وما ممكن أنه تعيي الأسرة من 4 أو 5 أفراد ذلك نحن نفكر بتعديل القانون وإضافة وتقسيم هذه الإعانة إلى تصنيفات يعني الأسرة التي ممكن تكون عندها 5 أو 6 أفراد تأخذ يعني مبلغ إضافي والتي عندهم أولاد في المدارس حتى ندعم وجود هذول الأطفال ويستمرون بالدراسة ممكن أن تكون أنهم إعانة إضافية مثل إعانة المشروطة التي نعمل بها مع منظمة العمل الدولي واليونسيف بالنسبة للأطفال الملتحقين بالدراسة شكرا جزيلا سيد ذكرى عبد الرحيم مديرة لدائرة الحماية الاجتماعية والسيد عبدالزهر الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط والأكاديمي والباحث الاقتصادي السيد عبد الرحمن المشهداني من بغدال لا تنسوا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة